اشتركوا في القناة وصلت إلى 29 في عدد من معتمديات الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب والجانب الإيجابي هو التراجع سرعة الرياح إلى مدون 50 كم فساعة البحر كان شديد للطراب المضرب بخليج جابس وتدريجيا متموش في بقية المجالات البحرية وميزات تقسي اليوم شوفهم كالعادة من خلال تسلصول لصور القمار الاصناعي وكما تحظو بعد تقاشوا على باب شدنا فترات مشمسة تخللتها السحب عمتان قليلة وخلال الساعات القادمة تقسيكون مغيم جزئيا على كامل البلاد درجة حرارة ليلا تتروح من بين 13 إلى 19 درجة وتصل إلى 23 بالبرمة وببرج الخضرة خلال يوم الغد إن شاء الله الأجواء تكون مغيمة جزئيا إلى تدريجيا كثيفة أصحاب في المرتفعات الغربية مع فرضية وإمكانية تزول أمطار ضعيفة ومحلية ودرجة حرارة نسبيا في استقرار مقامة بأرقامة لتم تسجيلها ظهر هذا اليوم كالعادة قدموكم قراءة سريعة لدرجة حرارة القصوى المتوقعة بمختلف مناطق بلادنا خلال يوم الغد بتونس الكوبرا قد نسجلوا 27 ظهران جيدة الوطن القبلي في مستوى 21-24 في بنزرة و25 درجة بزغوان بمناطق شمال غربي درجة حرارة القصوى تكون في حدود 28 في باجة في جندوبة 27 بسليانة 25 درجة بالكاف بمناطق الوساط نتوقع تزيل 23 بتالاء على بالقيروان 29 بجية الساحل بسلسة درجة حرارة ظهران تكون في مستوى 27-19 بالمنستير 21 بالمهدية بسفاقس بوزور قارقنا في 18 درجة ظهران 16 بسلي بوزيد و25 بالقاسرين وبمناطق الجنوب الغربي نتوقع تزيل 27 بقافسة توزر 29 بقبلي 28 قابس 21 وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة نتوقع تزيل 23 ظهران 25 بمدنين بتطوين و16 برمدى بالنسبة للحاصل البحري بسوحن شمالية منطقة السيرات وخليج تونسر يحتكون من قطاع الجنوبي ثم تتجه تدريجيا إلى غربية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تزيل 25 في شكل هبات والبحر يكون متموج إلى مضطرب بخليج حمات وبجية الساحل وصولا لمنطقة الشابر يحتكون جنوبية شرقية سرعتها من 15 من 5 إلى 15 عقدة وتتقوى تدريجيا لتكون من 15 إلى 25 بحر متموج إلى مضطرب ليلا وبخليج جابس سريحة توصل شمالية الشرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تصل تدريجيا إلى مستوى العشرين مساء والبحر يكون متموج إلى مضطرب في سواحل اسفاقس جابس ومدنين كل عادة قدمكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواسم العربية والأوروبية مجموعة من السحب العبرى بنوكسوت بدل بيضاء 22 درجة أزواء تكون مشمسة بالجزائر 24 سحب عامة قليلة في ترابلوس 22 استمرار الحرارة في نساق تصاودي بالخرطوم وتصل إلى 43 ظهرا بالقهرة تقصيكون مغيم جزئيا 30 درجة بالبقاء المقدسة 36 بالمدينة المنورة 38 بمكة المكرمة مجموعة من السحب العبرى بالدوحات 33 31 بأبوذبي 32 بمسقط بالكويت 33 34 ببغداد بالشرق الأوسط تقص عامة قليلة سحب 28 حرارة قصوى بدمشق 23 ببيروت 24 بالقدس الشريف سحب قليلة بإستنبول 16 درجة وبأوروبا برما درجة حرارة ظهرا تكون في حدود 23 أزواء مغيمة جزئيا 22 بفيانا تقص ممتر ببرلين بامستردان بريكسال لندن وبريز جناب 29 في مرسيليا وبشابه الزجر الأيبرية قد نسجلوا 24 في مدريد و22 بلاشمونة تطور وضع الجو خلال الأيامات القليلة القادمة بعد صحب على كاملة البلاد والتي تكون محلية كثيفة بشمال وبلوسط خلال يوم الأثنين تائرات هواية من قطاع شمال بشمال وبلوسط غربية بمناطق الجنوب بالنشطة نسبيا قرب سواحل وضعيفة لمتادة داخل البلاد البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب بعد ظهر ودرجة حرارة قصوى تتراوح من بين 24 إلى 28 درجة بشمال بالمرتفعات وبالمناطق السحلية وتكون من بين 28 إلى 33 ببقية الجهات خلال يوم الثلاثاء ظهور مجموعة من أصحاب العابرة على كاملة البلاد تنقل التيارات هواية التي تكون من قطاع الغربي ضعيفة لمتادة تصل سرعتها إلى مستوى 40 كم في الساعة بسواحل الشرقية بحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد ودرجة حرارة قد تعرف ارتفاة فيه في عدد من الولايات معيدة شروق والغروب بمدينة تونس وما جوارها اليوم الغد الشروق يكون في الساعة 35 دقيقة والغروب في الساعة السابعة ودقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرسط الجوي موقع الويب تردوبلي في بوميتيو بونتين رقم الموزع الصوتي تنجم تتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس وما جوارها اليوم الغد ستصوح بداية من الرابعة ودقيقة ظهر من تصف نهر و25 دقيقة ساعة العسر في الساعة رابعة ودقيقة ساعة المغرب في الساعة السابعة وثلاث دقائق وساعة العشاء بن الله في الساعة ثمينة و35 دقيقة هاكا نكون وصلنا لخاتمة نشرتنا في الختام شكرا على حسن متابعة الاهتمام إلى اللقاء